السلام عليكم مرحبا بكم في القناة تايطة بقتل النهار اليوم هو الحم محمر في الفرن يطيب الزبدة كما راكو تشوفو فيه مرافق بالأرز الأرز ليجي على حبة بطريقة جد سهلة أول شي نبدأ به هي تتبيلة التانا تتبيلة نندروها في اللحم تانا لدينا ملعقة أكل طماطم مصبرة ملعقتين أكل ياغوت طبيعي ياغوت طبيعي وملعقتين أكل زيت الزيتون هاتتبيلة راح تخلي لحم تانا بزاف طريق ضفت شوية الملح شوية عرص الحانوت شوية كيغي لأنه يزيد بنا بنينة بزاف شوية العكري والزعيترة واللأعشاب المشكلة اللي كانوا عندكم وشوية الكمون وهنا راح ندير التوم نرابي التوم يعني 1-4-5 فصوص هكا كتاعتهم على حسب الكمية اللحم متاعكم اللي كانت الكمية كبيرة اللحم ضعفوا المقادر اللي مديتهم لكم نخلطوا المكونات التانا مع بعضهم هكا حتى ينساجموا ونضيف اللحم التائي اللحم الغنمي أنا عندي هنا ممكن نضيفوا أي جزء اللي حبيتوا من اللحم الغنمي بتاعكم هاكدا نخلطوا ملاح حتى يدخل كامل فيه هاكدا ونغطيه ونخليه يرتاح ليلة كاملة من الأحسن وإلى ما كانش عندك الوقت لازم على الأقل ساعتين في التلاجة بعد ما ارتاح اللحم التانا نجبدوهم التلاجة نحطوه جانبا ونجهزوا الملتعنا ليروح للفن وش نديرو نحطوه ورق الطاهي هاكدا في الملتعنا ونحطوه البصل بصلة كبيرة وقطع شرائح رقيقة هاكدا كما كنتشوفو هاكا نضيفوها من تحتا ونحطوه فوقها اللحم أدينا اللي قلت لكم كان نرتاح من الأحسن ليلة كاملة ولا على الأقل ساعتين في التلاجة أو أكتر يعني قد ما يكون يرتاح قد ما يجي بنين وطري أكتر يعني رح نمسح كامل هذك التتبيلة التانا ونخليه يوالو منها ونضيف شوية معك غير شوية من الجوانب يعني حاولي بلك نصف كأس غير شوية ماشي بزاف هاكدا ونضيف فلفل حار رح تعطي بالنهاي للحم تانا اللي كنتم ما تحبوش معليش تقدروا تستغناء عليها من بعد السير بشتني يطيف هذك البخار ويجي طري غلفوه مليح غرقوه مليح بوارق الطهي التاعكم وزيدوا وضيفوه وارق الأليمينيوم من الفوق هاكدا تأكدوا فقط أنكم تغطوه أمليح ودلوه في فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة ساعة حلوا عليه وزيدوا وخلوه يتحمر حوالي 20 دقيقة وعنا نروح نجهز معكم الآن الأرز دينا نحط ملعقة أكل زبدة 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 تعطي بالنبنينا للرستانة ونزيدوا ملعقة أكل تاز زيت يعني نضيروا خارج زيت وزبدة نحطوا بصلة صغيرة نقطع قطع صغيرة ونبقا ونخلطوه ونخلوه بصلح تايد بالكيد بنا نزيد ونضيفوه حبة زرودية صغيرة مرابيا أو حبة جزر مفرومة ونضيفوه فلفل حار هنا أضفت كاس بتاع القارس كنت خسلت القارس ملح تاوين ولا المتاعي صافي هاو الكاس اللي استعملت كبير نوعا ما ونخليه يتقلى شوية مع البصل والزرودية تانا والفلفل الحار نضيف الملح حسب الدوق ضفت شوية توم مرحي من الأحسن استعملوا الطازج أنا ما كانش عندي ضفت راس الحانوت شوية على عكري وشوية الكاري أو الكوري يعطي بالنبنينا للروس وكنا ضفناه في اللحم تانا كذلك هاكذا نخلط الروس تانا مع التوابل حتي تدخلوه فيه ملح باش انمرقو بزوج كيسان تعم مالق الخضر ولا مالق اللحم اللي تكون عندكم يجي ابنين ولا ما كانش عندكم قاع ما عليش يدينوا الموة لكن يجيب مالق الخضر أو اللحم يجيب زاف ابنين يعني كيلة آرز بزوج كيلة مالق يكون ساخن نخلوه نغلقوه نخلوه حتى يشرب كامل كما راكوا تشوفوه فيه هنا او شرب بالنار راح نطفي على النار نغلق عليه ونخليه يرتاح باش يزيد يشرب احسن انسيت ما قلت لكمش النار طبعا تكون متوسطة ماشي عالية بزاف وهوليك اللحم التانا راهو جاهز راح نوريلكم كيفاش جا تحمر يعني ما شاء الله كنت حمرته من الفوق كذلك وغلقت عليه خليته يرتاح وهوليك كيفاش جا محمر مجمر ويجي الطري شوفو كيفاش يدخل فيه يجي عن جد الطري يدوب في الفم وهذا هو طبق تانا راح نحطه الارز اللي كنا خليناه يرتاح كما قلت لكم شوفو كيفاش طاب على حبه ونحطو الحم تانا من الفوق هاكده تجع مع السل ماشاء الله وهدي الصوس اللي جات مع الحم تانا فيها الباصل راح نزيد نحطها هاكده من الفوق هتزيد بنا لبنا لطبق تانا هادي هي وصفتنا لنا هاليوم شوفو تحمر لوجه عن جد بنينا الحم يطيب يدوب في الفم والارز على حبه ما عندي ما نقول فيه يلا نوري لكم الان كيفاش طاب طري بزاف شوفو غير تقسمه يتقسم وحده يتفتت وحده ونزيد نوري لكم الروس كيفاش طاب على حبه ما هاوليك يعني طابق يستحق التجربة عن جد هادي هي وصفتنا لنا هاليوم شاء الله تكون عجبتكم الى عجبتكم ما تنسونيش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد ما لعندي وانا مع الياغة نقول لكم اتهى الله في روحكم ونتلاقاوا في الوصفة الجاية ان شاء الله سلام اشتركوا في القناة